أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرنيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الداعي إلى تغليب الحلول الدبلوماسية للأزمة الروسية الأوكرانية بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي أمين المجلس الأمن الروسي نيكولاي أباتروشيف الذي أطلع الرئيس السيسي على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار وأكد أمين مجلس الأمن الروسي الأهمية التي تليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وقد ثمن الرئيس السيسي مسيرة التعاون التنائي بين البلدين وزيادة التبادل التجاري بالإضافة إلى المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبع للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس أقر المجلس التشريعي في بيونج يونج قانون أن يكرس في الدستور وضع البلاد كقوة تمتلك السلاح النووي وقال الزعيم كيم جونج أون أمام اجتماعا لمجلس الشعب إن سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أصبحت دائمة بمثابة القانون الأساسي للدولة والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه وحضرت كوريا الشمالية الأمم المتحدة من أن شب الجزيرة الكورية تواجه خطرا للحرب النووية محملة المسؤولية في ذلك إلى ما وصفته بعدائية الولايات المتحدة رفضت القضية الأمريكية تانية شاتكان طلب الرئيس السابق دونالد ترام تنحيها عن رئاسة جلسات محاكمته في الدعوة الفيدرالية المرفوعة ضده بتهمة محاولة التلاعب من نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية وجددت القضية الأمريكية تأكيدها على التزامها الحياد وذلك ردا على طلب هيئة دفاع الرئيس السابق في 11 سبتمبر بالتنحي معللين طلبهم بتعليقات أدلت بها خلال تراؤسها جلست محاكمة لمتهمين بالمشاركة في الهجوم الذي شنه أنصار ترامب على مبنى الكابيتول مطلع 2021 ضربت فيضانات وسط اليونان للمرة الثانية هذا الشهر وطالت مدينة فولوس بعد عصفة سابقة أسفرت عن مقتل 17 شخصا وتسببت بأضرار واسعة النطاق وفرضت السلطات حضرة جول في فولوس التي يناهز عدد سكانها 140 ألف نسمة مع وصول العصفة إلياس إلى اليابسة وتم إخلاء قرى محيطة بالمدينة كما تسببت العصفة وهي الثانية التي تضرب البلاد خلال ثلاثة أسابيع في فيضانات بجزيرة يوبوا قرب العاصمة أثينا قال المجلس العسكري في بوركينا فاسو إن قوات الأمن وأجهزة المخابرات أحبطت محاولة تمرد دون تطرق لتفاصيل وفي بعيان له أوضح المجلس العسكري أنه تم اعتقال بعض الضباط وأخرين وما زلت عمليات البحث جارية عن أخرين متورطين في التمرد المزعومة رياضيا أسفرت قرعة الدور الرابع من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية من عدة مباريات قوية لكبار الدور الإنجليزية حيث سيواجه منشستر يونيتد نظيره نيو كاسل كما سيواجه ليفربول نظيره بورنموث ويخوض أرسنال مواجهة لندنية أمام ويستهام فيما يلعب شيلسي مع بلاك بيرن روفروز واختتمت مباريات الدور الثالث بتأهل نيو كاسل يونيتد على حساب منشستر سيتي بالفوز عليه بهدف دون رد بينما تأهل ليفربول بالفوز على ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وأرسنال بالفوز على برينت فورد بهدف مقابل لا شيء فيما أطاحت شيلسي برايتون بالفوز عليه بهدف دون رد